سيد السحر احنا بس احب اعلق على استاذ كاظم احنا حق الكلام بالغ ان نتكلم بصورة مثالية يعني هو منه جابه سيد السودان غير الاحزاب والاحزاب من جامع تابع لها حتى بعض فصائل مسلحية جاء تنتهيك القانون وخصوصا انا اتكلم عن الجنوب فحنا لا نتكلم بمثالية ونعتبر السيد السودان هو ممكن لا وجابه عبارة عن شماعة يأدي بعض الاشياء لا نتكلم بمثالية ساد كاظم لا نتكلم بالمثالية احزاب جابته وحزاب يجاتتك تخرق القانون وخصوصا في الجنوب اذكر لك مثال ضباط يتعرضون للتعذيب وحد الضباط تكلمين شخصيا يقول نحن لا نستطع نتكلم ونخشى عليكم انتم كحقوق الانسان يتم استهدافكم وحتى البعثة الاممية عند اجتماعنا معها قالت نخشى عليكم من المجامع المسلحة شدرت بعدك اكثر من هذا الكلام يعني بين قوسين لا تحشون خاف يعني يسكونكم باللهجة المطاوية لكن جنابك حتيت ما توقفت ما كنت اسير احنا هم نطلب بان لا يكون اسير للاحزاب ثاني شيء استاذ كاظم همنا ما دام ببرنامج السحر قبل لا اكمل رسالة استاذ كاظم ورخصتك نحن 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 نح الله يحفظك سالسحر تكرمك حضاء ردع عليك سالسحر